الحاجة الثالثة اللي أنا عايز أكلمكم فيها اللي هي الجزء الثاني من المخطط اللي هو شغال للقضاء على النادي الأهلي كمؤسسة طبعا أنا أدلكم موضوع تكسير أسام الرموز وتكسير اسم كبير زي رئيس النادي الأهلي خاصة لما يكون حد زي الخطيب بس هو تبر أين كان الحد مين ولكن كان لازم إهانة كرسي رئيس النادي الأهلي علشان خاطر توصل للتدني وتوصل لللي انت شايفه دلوقتي النهاردة انت عندك بدأت حتى الكتائب الألكترونية اللي هي بتكره مصر بدأت تاخد من اللي بيحصل وسيلة إنها هي تبدأ تكسر في اللي حوالين محمود الخطيب يعني النهاردة مثلا أتلاقي في بعض الناس عمل فيديوهات مسك جمال جبر بيتكلم بشكل في منتهى الفقر عن جمال جبر علشان جمال قريب من محمود الخطيب الدكتور خالد حبيب النهاردة اللي كان مرشح في الانتخابات اللي فاتت النهاردة عمل فيديو يعني ليس له أي جلازمة في هذا التوقيت يعني أولا الدكتور خالد حبيب ما احترامي لي من الناس الأفاضل والناس المحترامين ولما بيتكلم كلنا بديسمع له ولكن هذا التوقيت خاطئ في الكلام طلع النهاردة في بس مباشر وتكلم عن المشاكل أنا عايز أقوله طبعا الدكتور خالد طبعا تدي الخطيب الهدوء والإمكانيات ودي مجلس الإدارة الإمكانيات اللي تنجحه وبالي كده حاسبه يعني أنت دلوقت طالع بتقول لا يليق أن محمد سراج يطلع يتكلم ولا يليق أن فلان يطلع يتكلم ولا يليق أن جهر نبيل يكتب على الفيسبوك وبعد كده يمسح الكلام اللي كتبه ولا يليق اللي عمله حسام غالي ولا يليق اللي عمله الخطيب في كذا ولا يليق اللي عمله ده في كذا ولا يليق اللي عمله ده مش عارف إيه ولا يليق ولا يليق وعملت يعني موضوع كبير جدا 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 وقعدت ساعتين تلاتة تتكلم فيه هل شايف ان فيه عدل وفيه مناخ صحي متوفر لهذا المجلس هل كانت تقدر تقول نجح ولا صاق يعني بسألك بما يرضي الله هل المناخ متوفر هل المناخ متوفر علشان خاطر حضرتك تتكلم عن نجاح وعن إمكانيات يعني انت شايب ان الظاهرة صحية وان يوفر لمجلس الإدارة بلاش عم انت كنت في الانتخابات لو انت نجحت وهذه الظروف القذرة تحيط بيك من كل مكان كنت اتعمل يا علش سماء المرتضى منصور نازل فردي يعني لو انت كنت نجحت وهذه الظروف كلها ضدك كنت اتعمل يا وكنت اتوقعها ازاي وهذه الحروب من كل الاتجاهات كنت اتعمل فيها ايا يعني يا ريت حضرتك تعمل لنا مقارنة يا دكتور خالد وانا من الناس اللي بتحترمك جدا تعمل لنا مقارنة ما بين الظروف اللي كان شغل فيها الكابتن حسن حمدي بلاش اقول لك محمود بي طاهر لاني تعرض لكثير من الحروب شربه منصف وعادل الظروف اللي كان شغال فيها حسن حمدي ولا اقول الكابتن صليح سليم الكابتن حسن حمدي لو ان هذا المناخ متوفر لمجلس محمود الخطيب كنت انت اتقول الكلام اللي انت قلته النهاردة لو ان هناك قناة شغالة 24 ساعة كانت تهدك وحد بيجتمك 24 ساعة حضرتك كنت اتتعامل ازاي طبعا انا بشكرك انك انت في الاخر الديت روشيتة علاجية لان انا بحب مثل هذا النظام يعني لو شدت علاجية لابد من السكوت ولا بد ولا بد ولا بد ولا بد يعني عايز افهم حضرتك يعني الامور ريحة فين وجاية منين لكن بس تعرف على اي اساس طريقة تتكلم وتهاجم مجلس قدرة الناجي الاهلي يعني اخلي منك انا مش بدفع عن حد برضي ولكن انا بنقشك لماذا في هذا التوقيت خوصا انك انت وقهت ايهانة قلت مش عارف درويش درويش مش عارف مين ولمحت ان فكر جمهور الاهلي بات فكرا مهمشا ولا فكرا ضعيفا من خلال كلامك انا سمحت جزء منه وهذا لا يليق انك انت تتكلم مع الناس بهذا الشكل هذا لا يليق انك تتكلم مع الناس بهذا الشكل ايا كانت الامور ايا كانت الامور ايا كانت الامور والله محمد يعني لمحة منك طلعنا اللايز متأخر فما صبقناش النهاردة فاكيد محمد ابن نيسي يحق المصحف رغم ان احنا يعني المصحف ده اساسي معنا واخد بالك انت ايا كانت الامور فما ينفحك ابدا تختار هذا التوقيت يا دكتور وانك تتكلم فيه ان كنت انا يعني اشكرك على الرشدة الالاجية اللي انت حقيتها في النهاية الناس بتقول لي باهر المحمدي في الزمالك طب خلينا نعمل تليفون كده معاكم اهو ونشوف باهر المحمدي في الزمالك اوهو الناس بتقول باهر المحمدي في الزمالك باهر المحمدي في الزمالك اهو انا اعمل تليفون معاكم اهو خليكم معايا اهو يا كابتن محمد شيحة اه انا نمبر وان اه شكرا على المنجة يا حبيب قلبي الف هر وشبه حمدي انا بكلمك وانا عن هوا في البرنامج ازايك انا مستمعك والله يا ده اصر بقولك بكلمك وانا على الهوا في البرنامج ازايك انا مستمعك يا نصر والله ما سمعك مش عارف يا جماعة في ايه سمعني كده كويس سمعني كده كويس بقولك بكلمك الناس بتسألني هل باهر المحمدي وقع للزمالك طب ممكن استسمحك اعمل معاك مدخلة لا انا انا بسألك مهونك انت مصدر معلومات محدش قالك انت وقيل انت بطلت وكالت اللاعبين من زبان انت راجل انت راجل صديق وخبير في المجال لكن ما بكلمكش كوكيل ولا بكلمك كمتحدث باسم النادي الاسماعيلي النهاردة الدنيا كلها بتتكلم بتقول باهر مضى في الزمالك لا لا اتفضل يا قبط المحمد الناس بتقول باهر مضى في الزمالك صحقة هذا الكلام وبكلم حضرتك كخبير متخصص في هذا المجال مراحب بك يا حبيبي وكل السادة المستبعين انا ياسف والمسايدين انت بتنزل فيديو صح اه اه لأ هو باهر فاضل له في قدام الاسراعيلي عقل ليبتد البودة اربع سنوات اه والمهانس ابراهيم اه قال قطعا ان احنا ما نفكرش ان بيع باهر خالص لان هو كاتب الزمالي وقواب اساسي وسبق وحاك سألتني ان هو وقع للاهل برضو من فترة اه قلت لك ان هو لا يعني يوقع او لا يوقعش بأمره خاص باللاعب لكن الموضوع الذي باسراعيلي ده موضوع منتهي وابراهيم عصمان ما بيرجعش في كلامه يعني وما اعتقدش ان هو رجع في كلامه قبل كده يعني باهر قدامه اربع سنين وحتى الان على نفس الكلام لما سألتك عن الاهل نفس الرد بالنسبة للزمالك الحالة الوحيدة ان ابراهيم عصمان يفكر يبيع باهر محمدي في زل الأرقام اللي احنا بنسمحها دي ده رقم انا قلته والناس ما صدقتش وانا بعيده تاني هو رقب بثين مليون جلي انت بتاخد احسر حاجة عني اه فطبيعي ان ده اطلب رقم عجزك هو رقم تعجيزي لكن ده واقع النهاردة اشوف يعني العيد كبير زي احمد فاتفي والعيد كبير زي عبدالله الشعيد فالداهر بقى اللي في اول بشواره النهاردة انا مدام صبحي ثلاثة مليون وستمائة ستبليل اه غير هو واخد ستة مليون دولار اه يعني ارقام ما شاء الله الله اكبر يعني فطبيعي ان ده الاسبعيلي ما يردش بيها العيد زي المهم زي ده اه لغاية ما ياخد بطولة او ان يبيع برقم اللي انا بقولك عليه ده يعني معرفش برض الناس بتؤكد بتقولك اه يعني كل يعني مرة اعدة التعكيدات اهلي حبيبي برضو ما انتا قلتيني في المداخنة قبل كده الناس اكدت انه هو وقع بعضاني الاهدي وانا بقولك بملتها الهدوء ابراهيب عصبان مش هيقول